ازاي نخلي العالم بتاعنا افضل وازاي نخلي المجتمع بتاعنا افضل الفيديو ده مش فيديو اخلاقي بالعكس ده فيديو علمي فيه ناس اللي هم علماء النفس الاجتماعي بتاعوات السوشل سايكولوجي دولا واردين الموضوع يمكن على عاطقهم شوية واردينه كده يعني على صدرهم شوية انهم يحللوا زي يزودوا الايجابيات اللي في المجتمع وازاي تلافوا الاضرار والمخاطر اللي فيه القاعدة الزهبية في التعامل ممكن تعتبر كده يعني حاجة استرشادية نقدر نمشى عليها كلنا القاعدة اللي بتقول عامل الناس كما تحب ان يعاملك به القاعدة الزهبية في التعامل واحدة من ضمن الخطوات المهمة جدا في ان احنا نخلي العالم بتاعنا افضل هو ان احنا نقول لبعض شكرا نبقى ممتنين لبعض نبقى كده يعني حاسين ان اللي قدامنا ده ما حاسسين اللي قدامنا ده انه عمل لنا خدمة والخدمة تستاهي لان احنا نقول له عليها شكرا اتعملت اكتر من تجربة على شانتي ايس تأثير كلمة شكرا على الشخص اللي بتلقاها وعلى المجتمع اللي بيسمحها ايه واحدة من ضمن التجرب اللي اتعملت عملوها اتنين علماء في اتنشرت في 2010 اسميهم جرانت انجينو في امريكا جرانت انجينو عملو تجربة لذيذة كده وحاول برضو ان انا ابسطها لحضراتكم التجربة كانت باختصار ان هما نشروا كده ما يشبه الاعلان عايزين ناس متطوعة تقيم مثلا السيرة الذاتية او سي في بتاع شخص معين بعض الاشخاص تطوعت بحسن نية انها تشترك في التجربة دي اتبعت لهم السي في وقال لهم ابعتوا الرد بتاعكم والتقييم بتاعكم على السي في ده اه لفلان الفلاني اللي هو الايميل بتاعه كذا وكان طبعا الشخص ده اه وهمي والايميل بتاعه وهمي بالفعل الناس بعد ما قررت الاسي في الناس اللي اشتركت في التجربة بعد ما قررت الاسي في وبعت التقييم بتاعها للايميل ده اللي هما ما كانوش يعرفوا ان هو ايميل وهمي الباحث بالايميل الوهمي ده بعت ردين للناس اتقسمت الناس مجموعتين مجموعة منهم اتبعت لهم الرد التالي قال لهم كده اه اه انا فقط رد بيقول لها اه اه انا تدقيت التقييم بتاعكم على السي في بتاعي وانا ممتن ممتن جدا ومتشكر جدا على المجهود اللي حضراتكم اه عملتوه وتقفلت التجربة على كده بعدها اه بفترة نفس الباحث اخذ شخصية اه اه واحد وهمي تاني وبعت للناس قال لهم اه انا سمعت ان حضراتكم قدرت انكم تقيموا السي في بتاع فلان الفلان ممكن لو سمحت تقيمه السي في بتاعي وكان الهدف من التجربة هو يعرف قد ايه من الناس هتوافق انها تقيم تاني السي في الجديد ده وكانت النتيجة ان المجموعة الاولى اللي ما تلقتش اي نوع من انواع الشكر 25% منهم وفقوا ان هما يقيموا السي في الجديد في حين ان المجموعة التانية اللي تلقت جملة فيها تحوي مقدار من الامتنان والشكر نسبة الناس اللي اشتركت في تقييم السي في كانت 55% يعني لما الباحث قال للناس كلمة شكرا وانا ممتن كان في تحسن في المشاركة المجتمعية بالنسبة 30% في 30% زيادة في التطوع في العمل الخيري وفي حاسة الناس انها مستعدة انها تشارك حتى ما كنتش عارفة هي بتشارك في ايه من الاساس تجربة علمية تانية وهي تجربة علمية بسيطة جمعية خيرية من الجمعيات اللي بتتصل بتجمع تبرعات عن طريق التليفون بيتصلوا الناس المتطوعة بيتصلوا بالجماهير بيقولوا لهم احنا الجمعية الفلانية وعايزين منكم التبرع العلاني بيعدي مدير الجمعية بشكل عشوائي بيختار مجموعة منهم يقول لهم شكرا واضح ان حضراتكم تعبنين في العمل الخيري ده بيقيس النتيجة بعد اسبوع لقى ان المجموعة اللي تلقت الشكر والثناء زودت كمية الاتصالات وزودت كمية العمل الخيري اللي هي بتعمله بنسبة فوق المجموعة اللي المدير بتاعها ما قال لي هاش شكرا او انه اثنى على المجهود اللي هي بتعمله برجع تاني واقول ان اللي بيقول كلمة شكرا بيحسس اللي قدامه انه لي قيمة مجتمعية انا لما حد بيقولي كلمة شكرا بحس كده ان انا فرقت في المجتمع بقالي تأثير في المجتمع بقيت لي قيمة في المجتمع لدرجة ان الناس حاسة بالمجهود اللي انا بعمله فبتقولي شكرا فلما الزوج يقولي لمراته شكرا والزوجة تقولي اللي الزوجها شكرا وتقولي لأولادها شكرا وهم كلهم يقولوا اللي بيخدمهم في الشارع وفي المحل وفي المستشفى وفي كل مكان شكرا انتو كده بتأثروا في المجتمع بشكل ايجابي وبتخلوه يبقى افضل وده هيعود عليكم ايضا بالافضلية كلمة شكرا بتزود السعادة وبتزود الرضا للشخص اللي بتلقها كلمة شكرا بتخلي العالم اقل مادية بدل ما كل شيء بيتحسب بالفلوس وكل شيء بيتحسب بالمادة وبالنفعية لا بقيت فيه دلقتي حاجة تانية فيه قيمة تانية غير مادية موجودة في المجتمع كلمة شكرا بتزود العمل الخيري وبتزود العمل التطوعي يعني في بعض الابحاث كمان يتقاسد على المجموعات اللي جالها جوابات شكرا مش بس على مستوى الفرض لا لا على مستوى المجموعة لما تبقى عندك مجموعة تثني عليها مجموعة بالكامل ده بيأثر في الاداء بتاعها وبيحسن الاداء بتاعها وبيحسن الشغل بتاعها كلمة شكرا ليها تأثير ايجابي جدا محتاجين ان احنا نقول لبعض شكرا وعلشان كده انا بقول لخضراتكم شكرا انكم قعدتوا معي لغاية اخر الفيديو وتابعتوني وحستانة منكم برضو كلمة شكرا شكرا